بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا رعيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بغيب ويقيمون الصلاة ومما رزخناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواهم عليهم أنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أرصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الرضي قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يلمون وإذا قلوا لذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستزئون أولئك الذين اشتروا الضلالة بهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثله كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهلا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كل ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبكم لعلكم تتساقون الذي جعل لكم رضى فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأن تتلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا افتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عدى الله من بب ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أبواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم أفرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في رضي خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء يا أولئين كنت صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما حلم سناء إنك أنس الحليم الحكيم قال يا أدب أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم قلكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعيد قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا وإبليس أبا مسكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنا أنت وزوجك الجنة وكلا بها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا نفطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في رضم السقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قولنا بطومنا جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خط عليهم ولا هم إحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكرون المسيى التي أنعمت عليكم وأخو بعدي أوف بعديكم وإيا يفرابون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشعروا بآياتي ثمنا قليلا وإيا يفتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون والسعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واحدنا موسى أربعين ليلة ثم تختموا العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم أفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم فلمتموا أنفسكم باتخاذكم العجل فاتوبوا فاتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فاتوبوا إلى بارئكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنومن لك حتى نرى ناشرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن أو السلوار كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئت رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يفلكوا خطاياكم وسنزيد المحسنين فأبدى للذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استصرى موسى لقومه فقلوا نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قلوا اشربوا من رزق الله ولا تتوفر أرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تم بترد من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها قال السبلون الذي هو أبنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأتم وضربت عليهم الذلة ونسكنت وباءوا بغضب من الله ذلك بأنه كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خف عليهم ولا هم إحسنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضوا الله عليكم ورحمته فلولا كنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السمت فقلنا له كنوا قردة الخاسئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبي لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبي لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة سفراء فاقع لونها تأسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبي لنا ما هي قالوا ادعوا لنا ربك يبي لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير رض ولا تسخي الحرق مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فازبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فازدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يبط من خشية الله وما الله بغافر عما تملون أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا علقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بضهم إلى بض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تقلون أولا يعلمون أن الله يلم ما يسرون وما يلدون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان وإنهم إلا يظنون فاويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشعروا به ثمنا قليلا فاويل لهم مما أكسب سيديهم وقالوا لم تمسن النار إلا أياما معدودة قل سختم عند الله عدا فلن يخلف الله عدا أم تقولون على الله ما لا تلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب جنة هم فيها خالدون وإذا قدنا ميثاق بني إسرائيل لا تبدون إلا الله وبن والدين إحسانا وذي القبار يتامع المساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم ورضون وإذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون بماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم تضارون عليهم بالإسم والعدوان وإياتكم أتارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض كتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزر في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يملون أولئك الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيث نامريا من بجنات وأيدناه بروح قدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكفرتم ففريقا كذتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكبره فقليلا ما يؤمنون ولما جاءه كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين في سمشر به أنفسهم أن يطروا بما أنزل الله بغينا ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تختموا العزل من بعده وأنتم الظالمون وإذا خذنا ميتاقكم ورفنا فخكم الطور أزوا ما آتيناكم بقوة وسلعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيكما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنون فإن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن لهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهذا وبشرى لأؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو لكافرين ولقد أنزنا إليك آيات زينات وما يكثر بها إلا فاسقون أعوى كلما عاهدوا بعد النبث فريق منهم فنكثرهم لا يؤمنون ولما جاءه رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من حد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بطارين به من حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن الشراع ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يلمون ولونهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ لَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَتِنَا وَنُنْسِهَانَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ مُرْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا أَسُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضُلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْكِسَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا اصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزير ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات ونر كل له قوانتون بديع السماوات ونر وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يلمون لولا يكلمون الله أو تاتينا آية كذلك قول الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لا ياسي لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعرك لنات إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ورب شعل هذا بلدنا منا وارزق له من التمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أبطره إلى عذاب النار وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا نجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناتكنا وأتب علينا إنك أنت السواب الرحيم ربنا نبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد استعفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يقوب الموت إذ قال لبنيه ما تبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإحن له مسلمون تلك أمة قد غلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يمنون وقالوا كونوا دلوا نصارا تتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقوب ونسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاشون ما في الله وهو ربنا وربكم ولنا أمالنا ولكم أمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقوب ونسباط كانوا دن نصارا قل أنتم ألم أم الله وما نظلم ممن كثم شهادة عنده من الله وما الله بظافي لما تمنون إن كأمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون وسول عليكم شهيدا وما أجعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول ممن ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة إلا عن الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى سقل ذواجك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد حرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وليل سيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بضن بتابع قبلت بط ولئن اتبت أواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وموليها فستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرشة فولي وجهك شطرا مسجد حرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرشة فولي وجهك شطرا مسجد حرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرا ليلا يكون للناس عليكم حجة للذين ظلموا منهم فاتخشوهم اخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا سعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون لكم بشيء من الخوف وجوع ونقص من نبوال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف به مار ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بكتاب أولئك أولئك يلعنوا الله ويلعنوا اللاعنون إلا الذين تابوا وأصحوا وبينوا وابينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهو كفار أولئك على إذنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والرض واختلاف الليل والنار والفوق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إن فأحيا به الأرض أبدى موتها وابت فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء ورض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ونصار الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأن لنا كرسا فنتبرأ منك ما تبرأوا مناه كذلك يريهم الله أمالهم حسرات عليهم وما هم بخالجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في رضي حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يا أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ابن السبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يقلون شيئا ولا يسدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقوا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتموا إياه تبدون إنما حرم عليكم البيتة والدمى والحمى الخنزين وما أهل به لغير الله فما ندطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشعرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب لليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهداء والعذاب بالبغفرة فما أصفرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في كتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذو القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَا أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَلُمْتَا بِلُمْتَا فَمَنْ عُوفِيَّ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب لليم ولكم في القصاص حياة إياء للباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والقربين بالمروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خواف من موص جلفن وثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَلِكُمْ لَعْلَكُمْ فمن تتقون أياما مدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعالذين يطيقون فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوبوا خير لكم إن كنت تتلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدل للناس وبينات من الهدى والفقران فمن شهد منكم الشرف ليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم الوسر ولتكملوا العدث ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فان يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعب لهم يرشدون أحل لكم للك الصيام رفت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهم وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط لب يعضوا من الخيط لسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تخربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالفاطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألون كعن الله كن هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقا واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم سفرحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وأقتلوهم حيث تقسموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وألف سنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أشروا الحرام بشر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ولموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا ترقوا بأيديكم إلى التنكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحجة والعمرة لله فإن احصرتم فمستيصر من الهدي ولا 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 تحلقوا رؤوسكم حتى لا يبلغ الهدي لا يبلغ الهدي فمن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله ولموا أن الله شديد عقاب أنحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولينا الباب ليس عليكم جناح لم تتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قليل من الظالين ثم أفيبوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آسنا في الدنيا وما وما له في الآخرة من خلاق ومن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب واذكروا الله في أيام معدودا وات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويُرِك حرط والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن ومن الناس من يشري نفسه تغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يَا يَا أَيُّهَا يَا أَيْهَا يَا أَيْهَا أَيْهَا هَلْ يَنْفُرُونَ إِلَّا أَنْ يَاتِيَهُمُ اللَّهُ في ظُلَلٍ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترشع الأمور سيبني إسرائيل كما أتيناهم ملاية بينة ومن يبدل دعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زجين للذين كفروا الحياة الدنيا وإسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم من الناس فيه اختلفوا فيه ومختلف ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما آياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين أوليتا أماء المساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يلم وأنتم لا تلمون يسألونك عن الشر حرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ينسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والف اثناث أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يتدر منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت عمالهم في الدنيا وناخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخور والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم لا ياسي لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل اصلاح له خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسيد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز الحكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمثم مؤمنة خير من مشركات ولا وجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا وجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر نفاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ملاقوه وبشير المؤمنين ملاقوه 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 ويواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشور فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتون ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم لا خر وابعولتهم أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمروف نوت سريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم هن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقي ما حدود الله فإن خذتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما فيه مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وات وات حدود الله يبينها لقوم يلمون وإذا طلقتم النساء فبرن أجلهن فأمسكوهن بمروف نسرحوهن بمروف ولا تمسكوهن ضرار لتتدو ومن يفعل ذلك فقض ظلم نسه ولا تتخذوا آيات الله وزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله ولم أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبرن أجلهن فلا تضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراض بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد أن يتم رضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن راد فصال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن رتم أن صرعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشر وعشرا فإذا بلغن أجلن فلا جناح عليكم فيهما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء وكن أنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون هن ولكن لا توعدوهن سرعوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلو الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحفروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتن قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تمنون بصير حافظوا عن الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجال نور كبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما أعلمكم ما لم تكونوا تلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز الحكيم ولمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تقلون ها لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذن فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله ولم أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله قرض حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقفض ويسط وإله ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بدي موسى إذ قالوا لنبي إله مبعث لنا ملك النقاط في سبيل الله قال أهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تول ولا قليلا منهم هو الله عليم بالظالمين وقال لهم نبي أهم إن الله قد بعث لكم طال سملك قالوا أن يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في علم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع العليم وقال لهم نبي أهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارو لتحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فلما طالوت بجنود قال إن الله متليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم اطعمه فإنه مني إلا من اغتر فغفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتبت قدامنا وانصرنا على القوم كافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله المرك والحكمة واعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلام الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن غريم الفينات وأيدناه بروح القدس ولشاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمن هم من آمن ومن هم من كفر ولشاء الله اقتتلوا ولكن الله افعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رصناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيعون فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في رض من ذو الذي يشفع عنده إلا بإذنه اعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والرض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبينا الرجد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد السلسك بالعروة الهدق ولم فصام لها والله سميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم صار إلى الذي حج إبراهيم في ربه أنا ساه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشلس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروش ها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعض يوم قال ابن لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها الحمار فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ ربعة من الطير فصرهن إليك ثم اشعل على كل جبل منهن جسءا ثم ادعوهن ياتين كسعيا واعلمن الله عزيز الحكيم مثل الذين ينفقون أموالهما في سبيل الله كمثل حبة ننبة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهما في سبيل الله ثم لا يتفعون ما أنفقوا ثم لا يتفعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أذرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يسبعها أذى هو الله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه آبل فتركه صردا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يذي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم افتغاء مرضا الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتتك لها ضعفين لم يصبا وابل فطل والله بما تملون بصير آي يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأناب تجري من افتيال نار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذري ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار افترقت كذلك يبين الله لكم لا ياسر لكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني الحميد الشيطان يعذكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة من وفضلا والله واسع العليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد وتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب وما أنفقتم من فقتلوا ناصرة من نذر فإن الله يلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم هو الله بما تمنون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يدي من يشاء وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظامون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في رضي يحسبهم الجاهل أنياء من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس الحاف وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجره من ضربهم ولا خف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن ما البيع مثل الربا وأحل الله البيع حرم الربا فمن جاءه معظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأغره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار نتيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم لهم أجروا عند ربهم ولا خفوا عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واثروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظرمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة وأن صدقوا خير لكم إن كنت تلبون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يضعمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وأن يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب لن يكتب كما علمه الله فلي يكتب ولي أمر للذي عليه الحق ولي اتق الله ربه ولا يخص من شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها لو ضعيف لولا يستطيع أن يمل له فليمري الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشوداء ينتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكسبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا ترتاب إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهد إذا تبايتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤت من أمانته وليتق الله ربه وإن تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تمنون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعزب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطلاء غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا رسعها لها ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أوخطنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته عن الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عننا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين موسيقى موسيقى